سيادة المستشار خالد شريف مستشار وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي مساء الخير يا فندم وأهلا بك معنا في 90 دقيقة سيادة خير سيادة باشنا أهلا بحضرتك أهلا بك يا فندم قولينا بقى يا فندم ايه ميزة منظومة الدخول الإلكترونية الجديدة للأهرامات؟ ميزتها ايه؟ طيب احنا مادئيا عندنا مشروع كبير للتحول الرقمي في وزارة السياحة والأثار وده من ضمن الأنسطة اللي فيه أو الخطوات اللي بتتمي فيه هو إدخال منظومة الدخول الإلكترونية لجميع المواقع الأثارية والمتاحف اللي موجودة في مصر واللي هي الأكثر زيارة في مصر نتكلم على حوالي 40 موقع أثري ومتحف النهاردة ابتدنا تشغيل الخطوة الأولى في المنظومة الإلكترونية المتكاملة لمنطقة الأهرامات وده تالت موقع بنشتغل فيه بعد المتحف الخامس والحضارة المصرية ومتحف المصر بالتحرير النهاردة شغلنا المرحلة الأولى اللي هي إصدار التذاكر الإلكترونية التذاكر الإلكترونية دي بتيجي بديل عن التذاكر الورقية اللي كانت مستخدمة قبل كده واللي كان بينتج عنها مشاكل كتيرة منها تزوير أعادة استخدام التذاكر عدم وضوح التذاكر إلى آخر هذه المشاكل اللي كانت بتؤدي إلى مدايقات للسائحين في المقام الأول وبتؤدي إلى اختلال في منظومة الإيرادات اللي هي بالنسبة للمواقع الأسرية النهاردة احنا شغلنا التذاكر الإلكترونية بنستخدمها أو بنعمل عليها مراجعة باستخدام قارق آلي محمول المرحلة الثانية ودي ممكن تشتغل في خلال أيام أنه احنا هنتيجي نستخدم الماكينات الدفع باستخدام الكروت الإتمام في محاولة لتقليل الاعتماد على الأوراق العاملات المقرية شباك آه يعني إلهية طبعا من الشباك بس مش كاش يعني مش نقضية نستخدم الكروت يعني ما يفعش أحجز من الأونلاين لما هو دي مرحلة الثالثة بقى مرحلة الثالثة مرحلة الثالثة هيبقى عندنا نتمنى التطوير يعني هيبقى عندنا إمكانية شراء التذاكر أونلاين زي ما عملنا بالنسبة لمتحس الحضارة وحاليا برضو فيها المرحلة النهائية بالنسبة لمتحس التحرير إنها يمكن شراء تذاكر الدخول لمنطقة الأهرامات أونلاين بيرتبط ده بأن احنا بنركب برضو بوابات إلكترونية اللي هي بتعمل عملية إحكام كامل بقى للدخول إلى المنطقة الأسرية بهاس إن احنا برضو نتفادى أي مشاكل خاصة بدخول ناس مش واحدة تذاكر أو ناس مش سائحين ويخشوا وأظن أن السياح كمان يفندم حيكونوا سعداء جدا بالتعامل الإلكتروني ده بالشكل ده بالضبط أنا النهاردة كنت موجود في منطقة الأهرامات بشوف التشغيل بتاع أول يوم والحقيقة استخبال السائحين للتذاكر الإلكترونية التذاكر دي عليها QR وبتتقري بطريقة سريعة وبالتالي حسنت تحركت الدخول عن ما كان قبل كده زي ما بيحصل في كل دبل العالم يعني بالضبط بالضبط فاستقبال الموضوع ده والنهاردة كان فيه يعني عدد كبير الحمد لله أنا ما كنت موجود أنه كان فيه عدد ضخم من السائحين فكانت العملية ماشية بسلاسة الحقيقة كانت جميلة يعني طب بما إن حضرية كنت موجود النهاردة قولينا إيه أهم أعمال التطوير اللي بنعمالها في منطقة الأهرامات حاليا أو غيرها من المناطق هناك بصفة عامة برضو فيه مشروع كبير لتطوير المناطق الأسرية بشكل عام ده بيتضمن يعني مش هنتكلم بقى على الجزء الرقمي جزء الرقمي قلنا مرتبط بالتذاكر والبابات الإلترونية فيه خدمات بتتوجد للسائحين أماكن مظللة بتتعامل أماكن كراسي أماكن للمشروبات والمية والمشروبات والكلام ده بحيث إن احنا بنسهل أو بنخلي زيارة السائح للمنطقة أكثر راحة عن اللي كان قبل كده بيرتبط ده برضو بإحكام السيطرة على المناطق الأسرية للغاء المرايقات اللي بتتم للسائحين وزي ما قلت ده مشروع ضخم برضو بيتم في جميع المواقع الأسرية شوفنا النهاردة المنطقة الأهم بيتم فيها التطوير ده القلعة بيتم فيها هذا التطوير منطقة سقارة في النقصر في مجهود ضخمة جدا بيتم في النقصر وهنشوف التطوير اللي حصل في ريء الكباش ما اكتتاح بالزبط ما اكتتاح طريق الكباش الحقيقة يعني فيه موجودات ضخمة في التطوير المناطق الأسرية بتتم للخدمات اللي خلينا نسميها الخدمات التخليبية دي برضو موجودة بيتم العناية بيها في كل مواطق الأسرية كل الدعم والتوفيق لحضراتكم وبشكرك جدا مستشار خالد شريف مستشار وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي